أثناء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليمز على دور الإيجابي المصري في حل الأزمة الليبية وقالت ويليمز إنه تم التجديد خلال زيارته الرسمية للقاهرة على أهمية الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة لاحترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية يقبل بنتائجها جميع الأطراف